شوفوا احنا عندنا ازمة واحدة في الاقتصاد واحنا يمكن يمكن انا استغل الفرصة ديتنا احنا موجودين هنا مع بعض دلوقتي واقول ان احنا في الحوار الوطني اللي اطلقنا من السنتين كان فرصة كويسة قوي ان احنا نتكلم في موضوعات كتيرة جدا سياسية واقتصادية واجتماعية وامنية يمكن لكن احنا بنأكد مرة تانية ان احنا هنتلق حوار تاني الحوار الوطن احنا عندنا لن يتوقف وقلنا يمكن المجلس الامر التالي بقى مسؤول على ان ده يستمر عشان الحياوية اللي هو حققها خلال الفترة اللي تم فيها اجراء هذا الحوار دلوقتي احنا بنتكلم لان احنا محتاجين نعمل حوار اعمق واشمل من اللي كنا بنعمله فيما يخص الاقتصاد طب انا بقول كده ليه هل هم متصورين يعني انا بسمع كتير من المحللين الاقتصاديين بيتكلموا في القنوات وبيكتبوا في الجرايد بس انا عايز اقول لكم كلكم حاجة في فرق كبير قوي بانك انت تقول رأي وانك انت تتنفذ الرأي فرق كبير قوي انك تقول رأي وانك تنفذ الرأي ده مع رأي عام مع ناس مع دولة فيه ظروف كتير قوي بتتحط في الاعتبار لسه كنت برده بقول باتكلم في النقطة ديت وبقول لهم اتقلنا وده يعني من اقتصادين كتير ان احنا محتاجين نعمل انكماش شديد جدا في الاقتصاد بتاع